السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى كل من يعاني من ضيق الرزق أو القرب أو البلاء أو المرض أو الظلم يسمع بإذن الله هذه الفائدة إن الله ينادي يوم القيامة يا ملائكتي أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة يعني حتى لو ضربت إنسان كف أو عملت في إنسان نميمة أو أي شيء فربنا هيقصه مننا يوم القيامة خليك معايا وأنت هتعرف إيه الفايدة من اللي أنا بقوله فشوف بقى كفوف المزان عند الله إن الله لا يريد منك أن تسطر الهموم لأن سطر الهموم لا يعني إنهاءها وإنما يريد منك أن تواجه الهموم لأسباب متاحة لك فإن لم تقوى أسبابك فإلجأ إلى المسبب في إطار قوله تعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إن الله قال أنا الودود يعني أنا المحب أنا العطوف يعني ربنا بيحب عباده ولذلك في الحديث القدسي الشريف الذي جعل الله منهج عباده المؤمنين يقول الله تعالى عز وجل يا ابن آدم لا تخف من زي سلطان ما دام سلطاني باقي وسلطاني لا ينفذ أبدا يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآن وخزائني لا تنفذ أبدا يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقا فلا تتعب يعني أنت لو أعطيت ربنا حق عبادته أعطاك حق رزقك بدون تعب فربنا آلف وعزتي وجلالي إن رضيت بما قصمته لك أرحت قلبك وبدنك وإن لم ترضى بما قصمته لك فوعزتي وجلالي لأصلتن عليك الدنيا ترقد فيها رقد الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قصمته لك يعني البني آدم لو رضى بالأسم ليه ربنا وآل الحمد لله ربنا آلف وعزتي وجلالي لأرحن بدنك وقلبك وتكون عندي محمودة وإن لم ترضى فوعزتي وجلالي لأصلتن عليك الدنيا فما بالك بتسليط الرب علينا ولا عياذ بالله لازم نرضى بالربنا أسموا لينا ونقول الحمد لله وترى الرزق يأتي سبحان الله من السماء وبقيت الحديث بيقول يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهن أيعيني رغيف عيش أسوقه لك يا ابن آدم لا تسألني رزق غدا كما لم أسألك وأطلب منك عمل غدا إن كان الحق جل علاه عنده الخزاء لا تنفذ وما عندك ينفذ وما عند الله باق شوف ربنا بيقول إيه بأ ولو إن أولكم وآخركم وحييكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنس وجن اجتمعوا في صعيد واحد فسألني كل مسألة فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي يعني كل اللي انت شايفه ده لو كل أي شيء في الأرض طلب من ربنا شيء أولكم وآخركم وحييكم وميتكم وشاهدكم وغائبكم من إنس وجان واجتمعوا على صعيد واحد وسألوا ربنا كل ما يطلبوه ربنا هيعطيهم منه ولا ينقص منه ذلك أبدا عند ربنا شيء ما ينقصش من عنده شيء أبدا ما ينقصش من عندي شيئا إلا غمس إبرة غمست في غمسها أحدكم في بحر يعني ربنا بيقول كل الحاجات اللي انتوا هتطلبوها دي سبحان الله يعني من إنس وجان ودواب وطير وكل شيء يطلب من ربنا ما ينقصش من عنده شيء وكأنك إبرة غمستها في بحر وذلك لأن جواد وواجد وماجد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري بشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون الله الذي لا تنفذ خزائنه يعطي خلقه مفتاحها لا يبسطها على الخلق كل البسط ولا يقبضها كل القبض فيبسط على ناس ويقبض على ناس ليه؟ قال لك لتصير حركة الحياة لإن الله لو بسط الرزق على الناس جميعا لاستغنى الناس عن الناس إن ربك اللي ما ينقص من عنده من نعمة يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء ومعنى كلمة يقدر إنه يكون رزقه أليل أو على أده ومن قدر عليه رزقه فلينفقن مما أتاه الله الذي يحترم قدر الله ويعيش من غير ما يكون متمرد على وضعه وغضبان على القدر اللي ربنا قدره لي ويقول يا الله رديت بقدري فيك ربنا بيقول إيه أرفعك قدري عندك سبحان الله اللي بيردى بقدر ربنا ربنا بيرفع قدره ويعز شأنه ويعطيه من خير الدنيا والآخرة اللي بيردى بيقول الحمد لله على كل ما أعطانا الله سبحان الله ولا ينظر إلى ما متعنا به غيره يعني وفيش حد ينظر لرزق غيره بس يقول الحمد لله وشوف عطاء ربنا هيكون لك إيه قال ربنا هيرفع قدره عندك ده حديث قدسي شريف يا جماعة والله لو عملت بيه إن شاء الله ربنا هيرزقك من قدر الدنيا والآخرة ما استطعت من خير لهتقول الخير يعني كتر وفاض سبحان الله وأول ما يعطيك ربنا حتى ولو قدر قليل زكي عنه فيزيدك فتزكي فيزيدك فتزكي فيزيدك سبحان الله قال فلينفق مما أتاه الله يعني حتى لو رزقك برزق أليل وطلعت قدر أليل منك صدقة إن شاء الله ربنا هيرزقك مما أعطاك في الدنيا والآخرة من خير ورزق إن شاء الله يا رب كنت وصلت لكم يا حبيبي معنى إنك لو عايز الرزق والديء والهم وكل ده يبعد عنك إنك ترضى بما تصمه الله لك بإذن الله وتقول الحمد لله على الصراء والدراء ومن حمده زاده بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة